نادي الأهل 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 كلنا بنشوف فريق ممكن يكسب بهدف واحد بعد الدقيقة 90 لكن الأهل دايما من من يعني أعتقد أن الفرقة الوحيدة أو من الفرقة الندرة جدا 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 اللي ممكن تشوفها بتجيب بعد الدقيقة 90 هدفين نادي الأهل زي ما قلت لحضراتكم أكيد كان فيه أخطاء طبعا كان فيه أخطاء وهي كرة القدم لعبة مبنية على الأخطاء الفريق اللي بيكسب يعني بيعرف أنه هو ينتهز الأخطاء اللي موجودة فيه الفريق المنافس وفي نفس الوقت فيه توفيه كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ودايما الفريق اللي بيتعب وبيكتهد أكيد ربنا بيكفه مباراة القاهرة اللي هتكون هنا ان شاء الله يوم السبت يعني هنتكلم في الصح والإحنا المفروض نعمله زي ما قلت لحضراتكم كلنا زعلانين أنا زعلان جدا 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 وكل واحد بينتمي إلى منظومة النادي الأهلي مدربا أو لاعب سابق أو لاعب حالي أو حتى إحنا هنا في القناة زعلانين جدا وبصراحة يوم كئيب يوم كئيب جدا 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 في عالم كورية القدم يعني كنا نتمنى أنه هو يخرج بشكل أفضل من كده لكن الإرادة الإلهية هي يعني تدخلته خمس أداف مقابل لشيء ومباراة زي ما بقول لحضراتكم محتاجين هنا بقى نعمل إيه محتاجين هنا احنا عندنا يعني فرصة كبيرة جدا فرصة ذهبية عمر ما المستحيل كان يعني صعب على لعيبة الأهلي المستحيل مش أهلاوي دايما الأهلي معودنا على الريمونتادة الأهلي دايما معودنا على الروح روح الفانيلة الحمراء روح اللعيبة اللي دايما بتاخد الحماس من الفانيلة اللي لابساها ومن المسئولية وقدر المسئولية اللي دايما بيعتمدوا عليها من خلال وجود الجمهور طيب الجمهور هو اللاعب رقم واحد ولو فيه حاجة قبل رقم واحد كنت قلت عليها جمهور نادي الاهلي المباراة اللي جاي سواء كان 15 20 50 100 ان شاء الله الجمهور هيكون موجود وهيعمل اللي عليه اللعيبة دورها ايه اللعيبة دورها ان هي تكون عارفة وحطة في دماغها كويس اوي 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 ان ما فيش حاجة صعبة على ربنا وبالورق اقول لك كده اه اقول لك كده اقول لك بما ان احنا يعني جيه للفيسبوك وجيه للسوشال ميديا مش هروح معك بعيد هروح معك لمباراة برشلونة واباريس سان جرمان واللي انتهت المباراة الاولى باربع اهداف مقابل لشيء هتقول لي طيب المباراة كان فيها جمهور وجمهور برشلونة ملعب الكامب نوبيا تسع الى مئة الف الى الخمسة وتسعين الف هقول لك ماشي لكن الاهم من وجود الجمهور هو الايمان ان انت يكون عندك بليف جواك بتكونش نازل ورامي الفوطة بلغة الملاكمة تكون نازل الملعب وعارف ان انت من جواك هتقدر ان انت تكسب الايمان في حد ذاته بيضاعف قوة اللعب جوا الملعب انا بتكلم بشكل عام اللي لعب كرة قدم هيحس الكلامي اللي بيشجع كرة قدم بجنون ولعبة كرة القدم بالنسبة له دي حاجة كبيرة اوه هيعرف اللي انا بقوله حضراتكم ده فاي حد بيلعب كرة قدم في نادي في الشارع في اي حتة مع زميله ما فيش حاجة مستحيلة هتنزل عندك ايمان ان انت تكسب زي ما همك يسبوك خمسة ايه المشكلة انك تكسب خمسة طيب بكسبناش خمسة يبقى حاولنا يبقى خرجنا من افريقيا مرفوعين الرأس مرفوعين الرأس وحاسين ان احنا عملنا اللي علينا ان احنا خرجنا بشرف كبير جدا 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 لعبة كرة القدم مكسب وخسارة جمهور الاهلي متعود ان كرة القدم مكسب فقط لغير بسبب طبعا ان الفترة الاخيرة النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله مستحوذ يعني بشكل كبير على المطولات سواء في افريقيا أو بطولة الدوري او 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 لكن زي ما بقول لحضراتكم يعني كلام كتير الواحد عايز يتكلم فيه يعني يعني هقول لحضراتكم بعض الامثلة كده في الريمونتادات اللي حصلت اشهر الريمونتادات اللي حصلت في العالم قلنا مباراة برشلونة باريس سان جرمان واللي انتهت بفوز برشلونة ستة واحدة على ملعب الكامبنو في مباراة برشلونة كان بيقاتل فيها لحد اخر وقت طبعا موناكو وريال في عام 2004 والمباراة انتهت طبعا كانت خمسة اتنين لكن طبعا موناكو حول التأخر لفوز بثلاثية علشان يتأهل نادي موناكو بافضلية التسجيل خارج الارض اليونايتد واليوفنتس سنة تسعة وتسعين ايضا نريمونتادا ديبورتيفو لكورونيا ضد الميلان في عام 2003-2004 وتشيلسي ضد نابلي في 2002 كل دول امثلة لاندية والمشكلة ان هم اندية كبار يعني لما نتكلم على تشيلسي ونابلي لما نتكلم على ديبورتيفو في عزو الكروي لما فاز ببطولة الدوريا الاسباني عام 2003-2004 فاحنا نتكلم على الميلان بالعتاولة اللي كانت موجودة فيه بالنجوم اللي كانت موجودة فيه باشلونة وباريس سان جرمان طبعا كلنا ماتش كان من سنتين وبالتالي لا يمكن ننسى المباراة وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم دلوقتي كل واحد لابد ان يتحمل مسئوليته على نفسه سواء كان لاعب او مدرب في الجهاز الفني او الجمهور كل واحد عليه مسئولية لازم يتحملها نشوف كل واحد مننا عليه ايه ويعمله خلال الاسبوع القاتل طيب اتكلمنا شوية على لقاء افريقيا ما ننساش مباراة الدوري بقول له جمهور النادي الاهلي ان فيه مباراة يوم الثلاث لازم نحسس لعيبة النادي الاهلي ان مباراة الثلاث مهمة جدا جدا زيها زي مباراة يوم السبت علشان مباراة الثلاث مباراة بتؤدي الى بطولة وهي بطولة الدوري المصري العام تمام سواء كانت يعني التلات او الاربع النادي الاهلي ان شاء الله عنده مهمة مباراة يوم الاربع ان شاء الله مباراة الاهلي ومصر للمقصة مباراة هتكون صعبة مباراة اكيد مصر للمقصة خصم قوي او منافس قوي جدا جدا ولا بد من الاستعداد الجيد النادي الاهلي ان شاء الله هيوصل بكرة الصبح ومن هنا هتبدأ الاستعدادات للقائين لقاء مصر للمقصة ولقاء صندانس يعني مش هنتكلم بشكل سلبي هنتكلم دايما بشكل ايجابي من هنا لحد يوم السبت كل واحد هيكون موجود هنا قدام حضراتكم على شاشة قناة النادي الاهلي هنتكلم بشكل ايجابي فيه سلبيات فيه سلبيات لكن مش هو ده الوقت الجمهور زعلان طبعا الجمهور زعلان جمهور الاهلي زعلان جدا 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 جمهور الاهلي يعني الواحد كل ما يعني بعد المباراة كل ما بيمشي في حتة جمهور الاهلي زعلان زعل غير طبيعي يعني دي اكتر من مباراة كورة قدم مش بس مباراة كورة قدم النتيجة انا عارف ان هي تقيل قوي على جمهور الاهلي وانا عارف ان فيه ناس كتيرة جدا 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 عمرها ما شافت فريقها اللي بتشجعه ممكن يكون المستوى ضعيف ممكن يكون مفيش توفيق ممكن يكون فيه عوامل كتيرة جدا لكن ايه اللي هيفيد لما نتكلف السلبية ماتش خلص وراح لحاله بنستعد المباراة تاني احنا نكون جدعان فانحنا نقف ورا فريقنا نحنا نتكلم ونحفزهم بكل النتاج اللي قلت لحضراتكم عليها ده احنا دورنا هنا هنعملوا هنعملوا لكن دور حضراتكم على السوشال ميديا وفي اي مكان انتم موجودين فيه الاهلوية وجمهور الاهلي والجمهور المصري زي ما احنا بنتمنى توفيق الاهلي اكيد بنتمنى توفيق للزمالك في لقاءه في الكنفدرالية الافريقية اكيد اكبر ناديين في مصر واكبر ناديين في افريقيا اكيد اكيد انا عارف انا عارف ان فيها كمان من جمهور الاهلي جمهور الزمالك اكيد زعلان علشان فريق مصري بيخسر وممكن يخرج من بطولة أفريقيا وبطولة قوية جداً بتؤهل بطالها إلى بطولة كأس العالم للأنديه لكن عايز أقول لحضر لكم يعني إحنا بمتكلم على التحفيز ومتكلم على الأحداث الخاصة بها المباراة عايز أقول لحضر لكم أن المدير الفني للنادي الأهلي ميستر مارتن لساتي وجه رسالة لجمهور القلعة الحمراء طبعاً في المؤتمر الصحفي الرجل يعني يعيش في مصر بقاله فترة وبالتالي عارف جمهور النادي الأهلي لما الأهلي بيخسر ومش أي خسارة خسارة إيلة ليبقى زعلان عن لسا وجه طبعاً رسالة للجمهور الأهلاوي اللي كان موجود فيه ملعب المباراة وأيضاً وجه رسالة لجمهور النادي الأهلي اللي موجود في العالم كله طبعاً في مصر وأفريقيا والدول العربية طبعاً مستر مارتن لساتي قال طبعاً أريد توجيه رسالة لجماهير الأهلي التي حضرت لأرض الملعب والتي شاهدتنا خلف شاشات التلفز طبعاً نحن محرجون منكم نعتذر لكم عن الخسارة في مباراة اليوم الجميع يعمل لإعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى سريعاً ولابد من التعامل مع الأمور بواقعية والتركيز فيما هو قادم واختتم بالتصريحات وقال يجب أن يكون الكلام قليل والعمل أكثر وده اللي بقول لحضراتكم عليه أن إحنا محتاجين أن إحنا يبقى فيه تحفيز طول ما فيه ربنا سبحانه وتعالى موجود طول ما فيه أمل الأمل ده موجود عند أي حد وهو يعني شيء مباح وشيء مستحب كل الناس يبقى أملها في ربنا كتير جداً 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 اللعيبة تعمل اللي عليها جوه الملعب ربنا يوفق ويكرم لقدر الله معرفناش نفوز ونتأهل يبقى نخرج مرفوعين الراس مرفوعين الراس بنتيجة إيجابية أعتقد أن أنا أو أي حد غيري بيطلع قدام حضراتكم على شاشة التلفزيون هو ده الكلام اللي مفهوض يكون موجود ما ينفعش نتكلم في سلبيات السلبيات إحنا هنستفيد منها إيه مش هنستفيد منها حاجة غير إن إحنا نقطن في بعض وهنقطن في لعبتنا وهنقطن في جمهورنا دايماً الحاجة السلبية دي يا جماعة عاملة زي الوباء بتنتشر لما واحد يكون سلبي وسط عشرة هيخليهم سلبيين زيه ولو واحد إيجابي وسط عشرة سلبيين موضوع يكون صعب عشان كده بقول لحضراتكم نتفائل نتفائل ونظن بالله خير يعني دايماً يكون عندنا ظن بربنا كويس علشان يدينا على قد تعبنا وعلى قد مجهودنا قد الأهلي طبعاً فيه كلام كتير مفروض نتكلم عليه بس هو ده اللي احنا مفروض نتكلم عليه دلوقتي طيب على الجانب الآخر منتخب مصر للشباب